موسيقى موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم سيكون في ضيافتنا كابتن حمد العتال لاعب نادي اليارموك ولاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق كابتن حمد حياك الله واليوم تنسى موضوع أنك لاعب كرة قدم أنت اليوم المدرب للتشكيلة المثالية لكرة القدم الأوروبية وأنت متابع الدور الأوروبية أول شيء بسم الله حمار رحيم مشكورين على حسن استضافة أستاذ إبراهيم ونشكرنا أنت الثاثة على حسن استضافة ونحاول ننسى الملعب ونركز على التدريب ونشوف الدور الأوروبية شون يعطينا وحانا متابع الدور الأوروبي مدامك داش حامي عطني الرسم التكتيكي خلنا نسوكل على الله الرسم التكتيكي رح أعطيك 4-3-3 واحد ارتكاز و2 صناع لعب بالضبط هذا الشكل التشكيلة سيكون في الملعب ونبدأ من مركز حراسة المرمى مرة الدكتور سليمان ميرزا زعل علينا قال ليش ما تقول 1-4-3-3-3 فـ 1-4-3-3 1-4-3-3 صح نبدأ من مركز حراسة المرمى أليسون تيري شتيغين رامز ديل أونانا دونا روما أوبلاك مايكل نويل إن شاء الله هي نخبة بس أنا يعني تيري شتيغين يعني حارس نادي برشونا حارس كبير صح ولكن ولكن عنده شوي في تدبده في بعض المباريات الغليلة جدا في الموسم حتى مع المتخب الوطني ما كان أساسي في حضور نوير أليسون مقدم مستوى طيب الحراس كلهم ولكن أنا راح أروح مع نوير كون أن نوير راح أفضل نوير لأنه هو سبب نقلة في حراسة المرمى في كرة الغدم كون أن نوير من أوائل الحراس اللي قاعد يستخدمون ريلهم أو يعني في صناعة اللعب ويكون داخل اللعبة في بناء الهجمة من الخلف نعم قلوب الدفاع والخيارات المتاحة في هذا المركز نتكلم عن ألابة باران روديغير مارتينيز أراوخو روبين دياز فارديول وبريمير باران أنا باران مستغرب صراحة الوايد نزل مستوى يعني خصوصا بعدها فتل اللي في مباراة مانشستس سيتي اللي كان أتوقع 2019-2020 أتوقع اللي راح الستي النهائي مع تلسي بعدها صار مستوى وايد متذبب في منتغل يونيتد ولي كان لمستقبل كبير باران يعني راح اروح مع روبين دياز روبين دياز قائد مانشنسر سيتي وقائد في منتخب البرتغال ومقدم موسمين وثلاث مواصم فوق الوصف الصراحة راح اروح مع روبين دياز والمدافع الثاني راح اروح مع الابة الابة انا احب اللاعب اللي عنده لمسة من الخلف يعني ويصنع ويبني الهجمة من الخلف نعم اذا الابة وروبين دياز في مركز قلب الدفاع كلهم عندهم ادوار في بناء الهجمة حارس المرمى والحين مقلب الدفاع بالضبط الكرة الحديثة بالهجوم الكلب يشارك الكلب يشارك لان الكرة الحديثة استاذ ابراهيم صار لازم عندك اللاعب سواء الحارس ولا المدافع ولا الباكات عندهم لمسة بالدفاع وعندهم بناء هجم وعندهم رؤية في صناعة اللعب فهذه الكرة الحديثة احد مفاتيح اللعب الحديثة الاظهرة دعونا نرى الظهير اليمين والخيارات المتاحة في هذا المركز وولكر تريبير أشرف حكيمي كرفخال كانسلو وألكساندر يعني شوف أنا في لاعبين مبتكرين ولاعبين مشتهدين صح اللاعبين أنا بالنسبة لي المجتهدين اللي هو كرفخال أنا من أفضل أظهرة أنا شوف كباكيمين العصر الحديث لاعب مشتهد بشكل كبير صح ولكن عندنا لاعبين مشتهدين مبتكرين اللي هو رح 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 مع والكر والكر يعني خاصة أن غورديولا يستخدمها في كذا دور واللاعب اللي قاعد نشوف هنا يبتكر في بعض الأدوار اللي يحطهم لغورديولا فوايد قاعد يبتكر في أدوار مو أدوارة قاعد يأدي دور أكثر من دور فهذا يعتبر لاعب مشتهد ومبتكر فراح أروح مع والكر إذن والكر مدافع أو ظهير نادي مانشستر سيتي الظهير الأيسر والخيارات المتاحة للكبتن حمد زينشينكو لوكشو هيرناندز وثيو هيرناندز ديماركو ودابيز شوف الظهير اللي سار أنا تمنيت تتيب للاعب وهو اللي الحل ما أعتزل اللي هو كوني أنا أنت رابر شوني نعم ولكن مرسل له مرسل له مرسل له وعندي من أفضل أظهر اللي أنا شفتهم في حياتي لاعب صراحة يعني يعطيك حلول هجومية بشكل ما تتصور فعلى نرجع على الموجودين على الخيارات الموجودة والخيارات الموجودة رح أروح مع ثيو هيرناندز ثيو هيرناندز اللي ما استغل لريال مدريد وأنا الحمد لله أنا ما استغل لريال مدريد كوني كبر شوني نعم وفعلا اليوم في الميلان سر تعلق وجود يمكن ثيو هيرناندز وراء ومؤمن للجوانب الدفاعية والهجوم للكرة صح الارتكاز والمحور الدفاعي في هذه التشكيلة والخيارات المتاحة للكابتن حمد العتال باريلا تشوميني رودري كوفازيج كاسيميرو كيميج قندوقان وديوم خيارات صعبة صعبة الواحد يختار نفس الخيارات هذه بس رح أروح مع يعني المقدم مستوى فني عالي جدا اللي هو رودري رودري رح أروح مع رودري بدون ما أشرح الموجودين لأن لأن الأسامي هذه هي شارحة نفسها صراحة ولكن رح أروح مع رودري وهو الفارض هذا اللاعب اللي أعتقد بحد يختلف عليه نعم رودري العقل المدبر للفريق ككل العشر اللاعبين الباجين اللي هو رودري نعم أمننا الفريق دفاعيا وما يقصرون هجوميا سرى بعد ما يقصرون هجوميا هذه خياراتنا الدفاعية نوقف فاصل سريع ونرجع نكمل الخيارات الهجومية فاصل سريع أعزائي المشاهدين ومن ثم لأنا أعوده مع كابتن حمد العتال لاستكمال اختيار تشكيل الأمثل لكرة القدم الأوروبية عودة مجددة معكم أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة الخاصة وبضيافتنا كابتن حمد العتال كابتن حمد أمننا الجانب الدفاعي ننفقل إلى الجانب الهجومي ونبدأ من صناع اللعب والخيارات المتاحة للكابتن حمد بل عتال نشوف الخيارات الموجودة في مركز صانع الألعاب بيلينغهام برناندو سيلبا سميث روي لوكي مودريتش فرنانديز بول بوغبا جمال موصالة وهافرز أنا أراك تهزراسك و أنا أقول الأرسماء لأنني مودريتش ما المفروض أنا بالنسبة لي يعني مودريتش يعني من اللي أنا تابعتهم يعني كمركز ما رح أغارنا مع نيس كون نيس تايدي يميل الأطراف أكثر نعم مودريتش يميل للوسط أكثر ولكن مودريتش خارج 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 عن هذه الصراحة تخص أن هذا اللاعب هذا اللاعب بذ马 لا تشرح صناعة اللاعب تقول لوك مودريتش بالأمانة لو كمودريتش لعب كبير صراحة و النجم و أسطورة لريال مدريد و بس إن شاء الله الأسطورة الثامنة جمال موسيالة و بيضرش هون إن شاء الله أنا أحب لعب جمال موسيالة عالحين منه مودريتش الأول الأول مع أنه كافي وافي مدرش رودري بالواسط رح يكون كافيين وافيين بالواسط بس رح نختار المجبورين بلينك هام بلينك هام نقدم مستوى كبير هالموسم هذا يعني بلينك هام لاعب كبير ونقدم مستوى فوق الممتاز مع ريال مدريد وزعلكم بالديربي آخر زعلنا بالديربي تزديده فوق الخيال الصراحة لاعب غريب يعني عمره 20 سنة لما يتكلم تحس أنه لاعب صار ل 20 سنة يلعب أصلا ففعلا بلينك هام أحد اللاعبين المميزين بول بوكبا والكلام اللي قال عننا ستير أليكس فريكسون وأعتقد أنه واقعي يعني أنه يصيدون في منشطات في نص الموسم وكأن اللاعب يريد أن ينهي نفسه على خطبة وتلمية للأسف اللي يشوف بول بوكبا في بداياته مع اليوبي مع يفونتس شون كان يسوي فيه الدور الإيطالي والدور الإيطالي الكل يعرف دوري شرس من ناحية الدفاعية دوري صعب منك أنت الطوف أنت كما هاجم فما بالك أنت كلاعب بوسط وعندك تكتل في المنطقة هذه بالوسط وكان يشوفه يطوف بسلاسة ويصنع اللعب بسلاسة فكلنا فالكل يعني قال لنا هذا زيدان القادم طبعا زيدان ما أحد يوصله ولكن كوصف يعني ولكن دمر نفسه يعني مع اليوناتد ماندر شنو صار مشاكل مع موريليو فدمر نفسه الله بعدها والآن عند مشكلة المنشطات عند مشكلة المنشطات تكلمون عن إيقاف ثلاثة سنين انتهت تقريبا تقريبا بوقبة في المنعب الأطراف والأسامي المطروحة في هذا المركز نتكلم عن أنتوني فينيسيوس ساكا محمد صلاح تشيسا كافارا خفيتشا فودين وقريليش والله شوف السادة إبراهيم أسامي من شاء الله يعني متغارب أنا أقول ما بيقول يعني وايد فارقة عنهم شوف عندك كافارا وايد مقد مستوى ممتاز الموسم الإطاف بعد تقريبا آخر دوري خدا نابولي مع ماردونا حقق كافارا مع نابولي الموسم الإطاف ولكن للأسف كافارا يلعب في مركز بنيسيوس وعندنا فودين وقريليش شوائد يتناوب معهم غورديولا يعني مو مستمرين في التشكيلة الأساسية ولكن راح أروح مع بنيسيوس عندي طبعا بنيسيوس تعقيب كبير على يعني سلوكه داخل الملعب ولكن لو يركز فنيا بنيسيوس راح يعني عنده أمكانيات عنده أمكانيات راح يقارع هالند ومبامبي في الكرة الذهبية الغادمة إذا ركز على الملعب يمكن حتى نتكلم كارلس بيول قائد برشلونة عن الموضوع هذا وحتى نأجد أنشلوكتي بالموضوع هذا فرح أختار بنيسيوس كجناح يسار وراح أروح مع محمد صلاح كلها الوصع على فودين وقريليش فاجأتني باختيار محمد صلاح لأن فودين وقريليش يلعبون في نفس المركز حتى مع كافارا بس محمد صلاح يعني مع الخيارات هذه تقريبا أول كأحصائيات اللي مقدمها في الدول الإنجليزي وهو اللي يستحق أن يكون في متواجد مع التشكيل هذا أنا معلومة بقولها وتفاجأت منها كارلس بيول ما يعرف الإنجليزي بس يعرف إسباني فكان عندنا في الكويت وحاولتها غابلة وتوهكت فيه وصار ميشيل سلقاد وهو المترجم بسألك عن محمد صلاح وخطوتها بالاستمرار في ليفربول كانت خطوة ذكية اليوم محمد صلاح وصل رسالة من وما يرحل من ليفربول أنا مستعد أكون النجم الأوحد وأشيل الفريق وفعلا قدر أن يشيل الفريق صح صح أتغل أننا ذكي في هذا الاختيار صح صح نحن نشوف أن محمد صلاح بخصوصا بعد انتغال فرمينه صح وساد وماني عفوا ساد وماني وفرمينه وكانوا مشكلين ثلاثي خطر مع محمد صلاح في المواسم السابقة وانتغالهم للدور السعودي أستاذ أبراهيم شفنا أن محمد صلاح قدر أن يشكل ثلاثي جديد اللي هو محمد صلاح ونونز ودياز وشفنا يعني متأغلم مع هالفريق هذا فشفنا محمد صلاح يعني قاعد يتأغلم مع أي تشكيلة صح كانت وخصوصا مع دوري صعب الدول الإنجليزي يعني صعب أنك أنت تتأغلم مع فريق يديد وتبدع وعندك سجل كل قاعد نشوف كل ثلاثي أربع عمريات محاقق رغم قياسي جديد في الدور الإنجليزي فتحسب نعم ورأس الحربة قلب الهجوم سمها اللي بتسميها لكن خلنا نشوف الخيارات غريزمان في هالوفيتش راشفورد أوزيمين إيريك هلند ليفاندوفيسكي هاريكين وخيصوص شوف أنا كمقدم برنامج تعبت من إيريك هلند من كثير ما يختارونه وحاس أنك بتختاره لا 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 ما رح أختار رح تقول لي ليش ما اخترته لأن أنا وايد سمعت ليش اختاره صح أنا شوف أنا رح أروح مع طبعا هاريكين 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 لاعب توتنهام السابق لاعب بايم يونخ الحالي هاريكين يعني أنا وايد يعجبني هاريكين كلاعب خارج الصندوق وداخل الصندوق يمكن هاريكين من أندر المهاجمين اللي أهمه اللي يشابهون كريم بنزينة كاستايل لعب هداف من أنصاف الفرص ممتاز يطلع بره الصندوق وعادي أول أنه هو يربط الهجمة بين الوسط الملعب وثلث الأخير من الملعب فلاعب تغريبا رأس حربا متكامل هاريكين وهذه ما يملكها هاريكين ما يملكها هاريكين ما يلعب خارج الصندوق بالضبط بالتشكيلة هذه طبعا أنت ما تحتاج لعب يطلع بره الصندوق بالتشكيلة هذه مودر رجو بلينك هام ورودري وهم يعدونها الأدوار هذه ولكن الاختيارات اللي أنت عطيتني ياه السادة إبراهيم رح أروح مع هاريكين طبعا ما راح أختار هاريكين كون أن هاريكين يبيلا بعد يمكن كذا موسم أنه يثبت أنه يستعق وإعتقال هاريكين كان صح لأنه ينقص بطولة بالنهاية بالضبط خصوصا أنه آخر أيام أو آخر أعوام هاريكين في الكرة الأوروبية فهو يبي يحقق بطولة سواء دور الألماني أو عندهم الجاملز ليك الآن خصوصا أنه متأهل رسميا إلى دور الستاش يبي يحقق بطولة بطولاتنا وجودك معنا شكرا الله أزاك خير بارك الله فيك من خلال هذه الأختيارات المميزة هذه المباراة على أن كنت مدرب تشتري عشاك وتروح تطالع تراحة فائز مبروز باختصار يعني الله أتكبر شكرا لك سمتعت معك لك أن تنحمد من خلال هذه الأختيارات و شكرا على تواجدك معنا في برنامج سكورشيت نشكر و لا تقصر أستاذ إبراهيم و شكركم مرة ثانية على حسن الاستضافة الصراحة و إن شاء الله أكون ضيف خفيف على المشاهدين شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ترككم برعاية الله على من اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سكورشيت ترجمة نانسي قنقر